اشتركوا في القناة السؤال يوجه لي يوجه الى ساداتنا وكبراءنا المزعومين جهاد النفس شنه يعني اذا جاهد النفس صرت انت بمنصب الامام بس اذا تجمع الى اموال باسم الامام نذر اعياده الى والاولاده شلون هاي ترها وتوقف جدا ما تشحت من اموال الامام اذا ما تجيك رفسه من الحماية الموجودة على الباب لو غيره لو يلعنون سلفة سلفة كذا رفعت صوتك جهاد النفس هو مخالفة الهوى الشيطان النفس هي الشيطان الهوى الشيطان خوش ذن مخالفة الشيطان يؤدي بي كل من الى عبادة ربك الامام الحج اذا انت الان لا تخالف هواك وتطيع نفسك فالي من الصلي ماكو داعي ماكو داعي يا ابني ماكو داعي انت جاعد تعبد مو الله ولذلك من تدعو ما تدعو الله تدعو ربك فيوليك الدبر تدعو الشيطان لو تدعو الله عابدي اطعني تكون مثلي تقول الشيء كن فيكن مو من عادة الله لانا اجل حاتم الطائي يطيني كل شيء ويذبح لما قالت الفرس حاتم الطائي بشر ما اندى ذيش الرؤية المرعبة الا الرؤية بالحياة الدنيوية انه كريم ومشهود لبالكرم خوش انا اجيل الله اقل لطيني حاتم الطائي ما يطيني والله ما يطيني اذا انا وين رايح لو مش تبهوا بالله ما لتي مو هذا الله الشيطان ما لتي وسمي مسمي الله آني لكن لو هو الله الله اذا سألك عبادي عني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني الله خزائنه لا تنقصه وكذرة العطاء ولا شنو يصعب عليه او يختلف عليه لحاح الملحين اذا الله يعرف اصوات هو الامام الحج خوش هذا الامام الحج اذا كنت انا ادعو ومؤمن مخلصين له الدين مخلصين مو لا الله لا الامام لان لا يمكن ان ترى او تعرف الله الا من خلال الامام طاع انت خوية طايع العبت رايح للافلان لابدك كانه وتي تحبيد الله يد روح مشي انت دور على ربك لانهم وجهوا الله الذي يؤتى حينما كان محمدا موجود كيف تطب الى محمد يقول محمد انا مدينة العلم اراضي يحلمنا الاخلاق وعلي بابها لا يمكن الدخول الا من خلال علي خوش لا يمكن الان الدخول الى الله الا عن طريق الامام الحجة اذا انت مجلب الى باب غير الامام الحجة شلون طبل البيت شلون ادق الباب يقلك مو انا المقصود يعني ما اططيق حاجتك لذلك احنا محتاجين شنو مخالفة الهواء وحصيان النفس بهذا الامر نصل الى مرمات الله ونقول للشيئكم فيكن عابدي اطعني تكون المثلي تقول للشيئكم فيكن شابوية اذا انا ادعو كل الكل والنار كله ما تطيني اذا نفكر ليش ما تطيني غير اكو سبب اقرالكم شنو اوصاف اللي يريد يصير مؤمن ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم احنا ما اخذين ما اتانا ربنا الامام الحجة انهم كانوا قليلا انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يقل لك ما اكو صلاة ليل اهل الدكاكين ما اكو صلاة ليل وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حقا للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون قوة سؤال فورب السماء والارض انه الحق الامام الحجة مثل ما انكم تنطقون يعجينا قضية المؤمن شنو اصافه ارجح لكم اخذين ما اتاهم ربهم ربهم الامام الحجة احنا ما اخذين من عده بقوة يقول خذ ما اتاكم به رسول الله بقوة انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا عدهم نوع من الزهادة قليل من الليل ما يهجعون ما اكو صلاة ليل ها منين جبتها يا ابو علي فعلا انت دجال غربوا تعلينا الشغل وبالاسحار يستغفرون وفي اموالهم حقا للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين يبحثون عن الله عن ربهم الامام الحجة وفي انفسكم اذا لا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدوا يعني حدد لك صفات اللي يريد يكون يشوف الامام حدد لك صفات اللي يكون مع الامام حدد لك صفات المؤمن هذا الموي الشيطان خوش شجي قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا ان ارسلنا الى قوم مرجرمين لنرسل عليهم حجارة منطين مسومة عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعني وقليل من عبادية الشكور قليل واكثرهم للحق كارهون الحق ويقول الامام الحجة هنا مو نموت وهي التزعب لك الحق هو الامام الحجة واكثرهم للحق كارهون يعني ما يريدون يسمحون بصوته على الاطلاق لان يهدف هاي الاصلام متريد تعرف ان الامام الحجة حق مشالبي اللي بالعديلة واذا اجاك منكر ونكير واذا اجاك البطيخ عمي القضية الامام منه ربك الامام الحجة هاي الناس تموت ما تعرف ربها منه لذلك تموت ميتة الجاهلية مواني اذا ما عرفت في طهمة او ما عرفت الصبحية عرف شلون اموت موتة الجاهلية قررت عينكم عيسى بن بريم لو لم يعطي البيعة الى محمد يكون نبي ولكم الامام الحجة عندنا بياناتنا ما يحتاج الا بصيرة وايمان ومخالفة الهواء يقعد ببيوتنا يومية لكن لان دجالة خالفناه ورحنا الى دكاكين باليه نتيجة تخلص شوكوين توصل موسيقى موسيقى موسيقى